رئيس مركز المورد لدراسات والإعلام سيد نجم القصة بينضم إلينا مباشرة من بغداد أهلا بك سيد نجم سيد نجم الاجتماع المجلس الوزاري خلص إلى محاسبة من يتاجر بسلة غذاء المواطنين بطريقة غير قانونية برأيك هل سنشهد ملاحقة كبار التجارة المرتبطين بأحزاب متنفذة؟ تحية لكل المشاهدات والمشاهدين الكرام بالتأكيد أنت اليوم تحتاج إلى قوة تضامنية تشاركية من قبل كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية طبعا بمساعدة المواطن العراقي حتى لا يستغل المواطن مرة أخرى خصوصا بارتفاع بعض الأسعار لربما منها وهمي ومنح حقيقي رغم نحن نعول على كثير من الأجهزة الاستخباراتية والمقابراتية خصوصا نعتمد على أولا مدرية استخبارات العسكرية بعد وصولا لواء الركن زيد حويش الذي استطاع أن يعدل وأن يحاسب وأن يتابع وأن يراقب ويلقي القبض على كثير من الذين يدخلون المخدرات الذين يدخلون العبوات وحتى اليوم شاهدنا جهاز الأمن الوطني الذي كثت جهوده في كل المحافظات وتم القبض على طفل تم خطفه خلال 20 ساعة إذن أكو هناك همة لكل مهمة تحتاج همة حقيقية إذا فعلا استطاعت الأجهزة الأمنية واستخباراتية بمساعدة وزارة التجارة التي تطمن الناس وتعطي لهم حصة تموينية إضافية في شهر رمضان المبارك ومن ثم تضخ بعض المواد المهمة والأساسية الغذائية بالتأكيد لم تكن هناك أزمة حقيقية لأن دائما نعم ولكن سيدنا جميعين دعني أكون أكثر تحديدا يعني مصادر حكومية تتحدث عن وجود أذرع اقتصادية تابعة لبعض الأحزاب تقوم بالتحكم بالسوق والأسعار وتحاول خلط السوق بالأزمة السياسية يعني وقد تستثمر مرة أخرى في الشارع كيف تعلق على ذلك مع كل أسف بعض الأحزاب تحولت إلى دكاكين وهذه الدكاكين تستغل وتستثمر وجودها ونفوذها وتجاوزها على القانون لأن دائما روان الفوضى بغياب القانون ومن لا يعرف أوانه بالتأكيد لا يعرف القانون القانون اليوم هو موجود لكن يفتقد إلى التنفيذ بقوة وصرامة دولة بلا قانون بالتأكيد تنتشر الفوضى هذا الحزب مع الأسف شوف الحزب دائما يأتي مرتين مرة بوكالة تنمية ينتج دولة أحزاب ومرة يأتي بوكالة تجارية ينتج أحزاب الدولة ويبتلع الدولة كل مؤسساتها وسياساتها وحتى اليوم التعيينات والوظائف تمنح للمتحزبين فقط وهذه ليس بناء دولة حقيقية تعتمد وتنطلق على المواطنة والتعددية وقبول آخر لكن ينبغي على الدولة وعلى القائد العام للقوات المسلحة أن يدعم من قبل البرلمان حتى يواجه هذا التجاوز وأما وزاعة التجارية لا تستطيع وحدها أن تقضي على الجريمة الاقتصادية ولا المؤسسة الأمنية تستطيع أن تقضي على الجريمة ما لم يكن تضامنا تشاركا تفكير بالمواطن الفقير خصوصا لليوم الموظف والمواطن الذي ليس لديه قوت اليومي وليس لديه مورد دائم أنا أظن هذه التجربة جديدة وجادة وراشدة ورشيدة إذا فعلا وضعنا العرب على السكة وعدنا المسارات الخاطئة نعم سيد نجم أيضا قبراء يرون بأن الحكومة بوصفها حكومة تصريف أعمال يعني هي غير قادرة على اتخاذ خطوات يعني تلائم حجم الأزمة برأيك كيف يؤثر تأخير تشكيل الحكومة بالوضع الاقتصادي الحالي يعني أحسنتي على هذا السؤال أولا يجب أن نوضح وفق القانون ووفق الدستور والنظام الداخلي للبرلمان العراقي حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن ترفع الموازنة حتى يتم التصويت عليها من البرلمان وبالتالي اليوم النفط إذا أصبح 200 دولار وأصبح برمع 100 دولار المواطن لا يحصل على دولار واحد لماذا؟ لأن الحكومة لا تستطيع أن تصرف إلى وزارة التجارة أو إلى كل الوزارات لأن تطبق واحد على 12 يعني على سبيل المثال في شهر الثالث 2021 كم صرفت الأموال إلى وزارة التجارة أو الصناعة أو الزراعة تصرف بالقدر المساوي والموازن أما صعود هذا النفط أعتقد ينبغي على البرلمان العراقي أن يشرع قانون ويعطي للمواطنين ويدعم السلة الغذائية ويدعم الغذاء أما بيضل حكومة تصريف أعمال وبرلمان مشلول بالتأكيد هذا يصبح وتصبح مشاكل لأن دائما لا يعرف مكامل أو مخابئ العجز لا يدرك مكامل القوة اليوم أكو عجز وأكو مأزق وأكو مشاكل داخل الدولة العراقية على ما يبدو بعض الأحزاب تعتقد بأن هذه الأزمات سوف تقوم بإسقاط الحكومة أو إلغاء الانتخابات وهذا غير مقبول لأننا مقبلين على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتقابلها معارضة وطنية حتى نعاجل أخطاء ونحاسب من الذي أفسد واستبدأ طيلة السنوات الماضية سيدنا جمع القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا شكرا جزيلا